موسيقى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب شرح لصدري ويسر لأمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رجع الأنصار إلى ديارهم محملين بوعد من الله عز وجل ووعد من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى في نهاية البيعة قالوا كلمة جميلة جدا قالوا يا رسول الله وَمَا لَنَا إِنْ نَحْنُ وَفَّيْنَا في البيعة بيعة عقد بين متعاقدين نؤدي الذي علينا احنا واش ندو يا رسول الله قال لكم الجنة واحد من الأنصار يحكي على البيعة قال فَبَا يَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُعْطِيهِ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيْقَنَا وَيُعْطِيْنَا الْجَنَّةِ يعني كان عندهم يقين بأنه خلاص إذا وفّوا بهذه العقود فإن الله سيدخلهم جنته ولا شك أيها الإخوة الكرام بغين توقف هنا لحظة قبل ما ننطلق في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة تعمكة هذه القرآن الكريم كان يعد المؤمنين بأن الله سيمكن لهم دينهم لا شك في ذلك من أول يوم لكن القرآن الكريم لم يعد أصحاب رسول الله في مكة أنهم سيمكنهم هم وعدهم بل لهذا الدين سينتصر لكن أنتم تنتصروا الله أعلم استمع إلى قول الله تعالى اللي يقول فيه رب سبحانه لنبيه فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون إما نريك بعض الذي نعدهم من انتصار الإسلام وإهلاك الظالمين وهزيمة الكفر أو نتوفينك أو تموت ما تشوفش النصر علاش أيها الإخوة والأحباب لأن الله عز وجل يريد أن يربط قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موش بالنصر والتمكين لذواتهم يريد أن يربطهم بأن تنتصر دعوتهم فقط لأن النفوس يجب أن تخلو من حظوظ النفس أن الشيء طبيعي الإنسان يبغي ينتصر هو لكن الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنهج النبوي التربوي ما كنش بغي يربطهم بالتمكين لأنفسهم بالتمكين لهذا الدين أنت أعمل أنت اشتغل بلغ رسالة الله اعمل لنصرة دين الله عز وجل ينتصر في عصرك ينتصر في عهدك لا ينتصر في عهدك ستموت وينتصر بعدك هذا ليس لك من الأمر شيء هكذا كان يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تستنو أي شيء من أمر الدنيا يا أصحاب رسول الله لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم ظهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه أيها الإخوة الأحباب هكذا كان يربيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وفيتم بالعهد لكم الجنة وأكرم به من جزاء وأكرم به من عطاء ومن فضل من الله عز وجل أنك توفي بعهدك فيعطيك رب العالمين الجنة وجنة رب العالمين خلود بلا موت ما كان مقارنة أيها الإخوة واشتتمدنته واشتتدي والله الذي لا إلى غيره لا وجه للمقارنة فهذا محظ فضل من الله عز وجل وكرم وهو أكرم الأكرمين رجع الأنصار وهم محملين بهذه البشرى وهذا الوعد ما قالهم لا غيره تددوا الخلافة من بعد لا نعطيكم الحكم لا تقتسموا السلطة لا تددوا دلوتيران قطعة أرض لا تددوا زينات أبدا لكم الجنة وكانت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بانتقال الصحابة إلى يثرب لكانت تسمى يثرب لماذا أيها الإخوة؟ يعني الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته لكن هذا لا يمنع من أن نبحث عن بعض حكم الله عز وجل والحكمة من هذه الأقدار فربما نستفيد منها بماذا كانت تتميز المدينة؟ أولا الموقع الجغرافي المدينة المنورة أيها الإخوة الأحباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوريت دار هجرتكم إنها أرض ذات نخل بين لابتين لابتين معنى جبلين الحرتين فعلا المدينة المنورة محصنة من جميع الأطراف إلا من طرف واحد بين حرة الوبرة وحرة واقم يعني جبلين صخريين سوداوين ليروح للمدينة يشوفهم ومن الجهة الشمالية كان منطقة فلاحية كثيفة النخل وإن كانوا موجودين يهود بني قينقاع يهود بني قريضة معناها من الناحية العسكرية هذه المنطقة محصنة الخيل إذا بغوا يهجموا للمدينة المنورة الخيل ما تقدرش تطلع في جبال صخرية ويقدروا الصحابة يديروا لها أكمنة في الجبال الخيل بها تدخل من جهة النخل الكثيف أيضا هذا عائق كبير عائق جغرافي وعائق بيئي كبير معنا تبقى منطقة واحدة مكشوفة وهي منطقة جنوب المدينة لمقابل مكة وهذه اللي احفر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخندق كما سنرى بإذن الله في دروس قابلة بإذن الله تعالى إذن الموقع الجغرافي مناسب لحماية هذه الدولة الفتية معنها اختيار الله عز وجل حكيم ومن صفات الله عز وجل أنه حكيم الأمر الثاني أيها الإخوة والأحباب هو طينة الأنصار طينة أهل المدينة يعني كنشوفوا المواقف انتحهم نعرف لماذا اختارهم الله عز وجل يعني هم أناس طيبون ما مش معقدين عندهم طيبة أهل اليمن الأمر الثاني أن الأنصار هؤلاء أغلبوا سراتهم وساداتهم وقادتهم قتلوا يوم بعاث معنها مجتمع شاب قياداته شابة قيادته حيوية ناشطة الأمر الثالث أيها الإخوة والأحباب من طيبة الأنصار أنهم استطاعوا أن يتفاعلوا تفاعلاً إيجابياً مع الوافد الجديد يعني غاد يرحلهم عدد كبير من المهاجرين وهذا المهاجرين واش يأكلوا واش يشربوا ونباتوا يعني ما واش أمر هين أيها الإخوة والأحباب أن بلاد يستقبل المهاجرين في ظروف معينة يتقاسم معهم المأكل والمشرب والمسكن كما سنرى في الدروس المقبلة أيها الإخوة والأحباب الأمر الرابع أن منطقة المدينة هذه لم تخضع قبل ذلك لأي طاغوت فارسي أو روماني معناه كانوا أحرار إلى أبعد الحدود والشاهد على ذلك أن سعد بن معاذ رضي الله عنه في غزوة الأحزاب لما استشاره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له باي نعطي الغطفان ثلثي ثمار المدينة يعني توافقوا فقال سعد بن معاذ قولة شهيرة السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قالوا يا رسول الله كنا وهؤلاء في الجاهلية وما يطمعون أن يأخذوا من ثمار المدينة تمرة واحدة إلا قرى إلا بيعا أو قرى يعني يشروه والله نعطوه لهم بأن نوكلهم أبعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم من ثمار المدينة كلا والله يا رسول الله يعني لم يكونوا يخضعون لأحد معناه مجتمع كان حر وأحسن مجتمع يمكن أن تستنبت فيه بذرة الإسلام هو المجتمع الحر ما هوش المجتمع اللي تربع للعبودية وعلى الذلة وعلى الاستكانة وهذا أحد أسرار اختيار الله عز وجل للجزيرة العربية ولاختيار المدينة لتكون مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة الأحباب المدينة هذه كانت تسمى يثرب لما انتقل إليها المسلمون تغير اسمها من يثرب إلى المدينة يعني هنا يستوقفنا تغيير الإسم عنده دلالة عنده معنى يثرب جاية من التثريب من الإثم لا تثريب عليكم لا إثم عليكم لا حرج عليكم التثريب من الإثم والحرج فالنبي صلى الله عليه وسلم غيرها إلى المدينة المدينة هذه كلمة المدينة تحمل معنى الحضارة معناها كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا هذا ما فيهش نص هذا مجرد يعني محاولة لفهم سر هذا التغيير تغيير الإسم لعنده دلالة كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء جميلة فسماها المدينة والمدينة تحمل معنى الحضارة معناها يا أهل المدينة راني جايبة نقلعكم من الإثم ونقلعكم من الحرج وأدخلكم إلى ميدان الحضارة الفسيح فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أيها الأحباب هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان عطاهم القرآن الكريم إشارات سابقة يعني حتى قبل هذا المرحلة في صورة النحل وفي غيرها من الصور كانت كاينة إشارات بالهجرة كما قال الله تبارك وتعالى وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةِ وَلَا أَجْرُوا الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ كانت كاينة إشارات وقصة أصحاب الكهف الذين خرجوا قالوا فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فكانت كاينة إشارات بجواز أو حتى بوجوب الخروج من الأرض التي تمنعك من عبادة ربك ومن أن تبلغ رسالة ربك الهجرة أيها الإخوة الكرام تحمل معنى المفارقة والترك والهجرة ليست بالأمر الهيئ وقد جاء في الأثر أن رجلا كان مقبلا على الهجرة فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله إلى أين يا فلان قال إلى مهاجر يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إن أمر الهجرة لشديد معنى وطن نفسك حذر نفسك الهجرة ليست بالأمر الهيئ لأنها ترك المألوف لأنها ترك المحبوب ابتغاء وجه الله عز وجل زمان كان عندنا بعض النقاشات مع طلبة في الجامعة اللي كانوا متبنيين الفكر اليساري وإن كان انتهى الفكر اليساري خلاص الآن الشيوعية والفكر اليساري لأنها مخالفة للفطرة انتهت إلى غيره لا أرجعها الله كان يقولون بل الحياة هذه مادة ويقولون بل حركة الإنسان مبنية كلها على المصالح المادية والاقتصادية يعني الهجرة هي أبسط رد وأوضح رد على هؤلاء الهجرة اشتهي هي ترك المادة من أجل الله عز وجل ترك الديار وترك الأوطان وترك الأموال كما نرى كما سنرى في الدروس القادمة بإذن الله تبارك وتعالى من أجل ماذا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا من أجل أن يعبد الله عز وجل بحرية الانتقال من مكان المادة صحابه واش كان خاصهم في مكة كان فيهم كانوا أثرياء تركوا كل شيء وذهبوا إلى المدينة المنورة إذن تركوا المادة من أجل الله أيها الإخوة الأحباب الهجرة هي انتقال من حالة الاستضعاف إلى حالة التمكن من حالة الجماعة المحاصرة إلى حالة الدولة والسلطان الذي سنرى أسس بنائه في لقاءات مقبلة بإذن الله إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة